بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون والذين هم في صلاةهم خاشعون ألا الذين هم في صلاةهم خاشعون والذين هم عنده معرقون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أدواجهم أو ما ملتك أيمانهم إلا على أدواجهم أو ما ملكك أجمالهم بينهم ويرم مؤمنين فمن اذ تغارى ذلك فأولئك هم العابون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راهون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الواعثون والذين يرطون أولئك هم في صلاةهم فيها خالدون ولقد ظلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قوار مكين ولقد ظلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قوار مكين جعلناه نطفة في قوار مكين ثم جعلناه نطفة في قوار مكين ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قارب مكين ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قارب مكين ثم جعلناه نطفة في قارب مكين ثم جعلناه نطفة في قارب مكين لقد خلقناه نطفة في قارب مكين ثم جعلناه نطفة في قارب مكين استهانر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قارب مكين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مكين مكين اشتركوا في القناة مكين 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 اشتركوا في القناة 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 القادرون 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 وصغل للآكلين وإن لكم ذلك الأنعام العظر نسكلكم مما في بطولها ولكن فيها منافع كثيرة ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وسجوا فأنت أرجو من فرصين سياها تنبت بذن وصغل للآكلين وإن لكم ذلك الأنعام العظر مسقيب مما في بطولها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون سياها تنبت بذن وصغل للآكلين وإن لكم في الأنعام العظر نسكلكم مما في بطولها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلي الفلك تحملون وإن لكم منافع كثيرة ومنافع كثيرة وراء ترجمة نانسي قنقر شكرا